أهلاً فيكم حبايبي برج الجدي في اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا إنت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس إنه بعض الإشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه في الفيديو إشي رسالة أو إشي معين ميسيج معين أنت تحس إنك ممكن تنربط فيه أو بتحس إنه بيوجه طاقتك صح فأنت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة أو شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أوكي رح نبرلش بطاقتك أنت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس إنك مربوط بإشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة أنت مش مش مرتاح لإلها أو يعني مش مش إيجابية أنت عم تحس إنك مربوط بإشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص أو النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها أنت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم أو أنت نتركز أكتر على الناحية المادية من هالشخص وممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لأنه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون أنت اللي رافض أيضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها أو فيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك أنت رافض عرض معين منه أو رافض للبعض منكم إذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجدي أو طاقتك كتير مسكرة أو يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك أو شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس أنه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب أو الشريك تغيرات بأساسات حياته وممكن يكون بأساسات عائلته وممكن يكون أيضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية أيضا هالشخص متحفظ على مشاعره وممكن يكون أيضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم للبعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية هالشخص فيه كتير إشياء بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته أو عن جميع ما بيحس فيها الشخص مشوفه أيضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لأنه مندفع بخطواته وبيحب دائما يتقدم إلى الأمام ممكن يكون هالشخص أيضا شوي متهور أنت بتشوف أيضا أن هالشخص بيخبي كتير دمون كارد هالكارد بيحكي عن الجانب الآخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي أو هو عم يكون متحفظ بإشياء معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على أنه يحكي معك أو يصارحك على وضعه المادي عم شوفه أيضا مركز على روحانياته ممكن أيضا عم بتعامل مع برج العذراء لأنه هالكرت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي فيه طريق لوحده لأنه عم شوفه أيضا عم يبحث عن إشي بالظلمة أو عم يبحث عن إشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر أيضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد أو عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف إشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير أو بمثابة إنه اكتشف سر من نوع ما أو إشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الأسباب أو من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الأسباب اللي مرت بينكم اللي أدت إلى خلل بالعلاقة أو إلى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم أو ممكن أنتوا الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام أو بالارتباط بتحبوا الوايلد أو بتحب إنك تكون فري بتحبوا أنتوا الاثنين أمكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحبوا إنكم تنربطوا بإشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا إنه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم أو صار كتير فيها البعض منكم يعني أنتوا الطرفين مش مستعدين لأنكم تاخدوا خطوة للأمام أو تطور العلاقة بينكم أكتر أيضاً عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني أنت وهو بدك تشوف أو بدكم أنت أو هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة أو أنت اللي تكون متحكم بازمام الأمور فواحدة من الأسباب المشاكل بينكم إنه أنتوا الاثنين بتحبوا إنكم تكونوا مسيطرين على الأمور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني إذا صار في بينكم أي إشي مش عم يمشي بالطريقة اللي أنت بدك إياها أو مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده إياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم أيضاً عم شوف إنه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب أو لما يكون فيها شدة عم شوف أغلبكم مثل كأنه بيختار يبعد أنت وهو بتختاروا إنه تبعدوا أو تنفصلوا عن بعض أو حتى تتجنبوا يعني وجع الراس مثلاً للبعض منكم لأنه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين أو طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لأنه هاش شخص تقليدي وأيضاً الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الأغلبية منكم مع إنكم بعلاقة ولكن في حدود بينكم وبين هالشخص في دائماً بعد في دائماً ديستنس يعني مع إنكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائماً في مساحة بينكم لأنه نظرتكم إلى العلاقة كتير تقليدية ممكن أيضاً البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف إنه ما بده يستثمر أو ما بده يحط مجهود إلا لو كان مثلاً فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلاً سوري يعني مثلاً خطوبة أو زواج إشي رسمي لأنه هاي ورقة الزواج أو ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف إنه هو ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني أي نهاية في العلاقة هاي أو النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسا عم تفكي لسا في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسا متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب أو عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول إنه تشافي حالك من الناحية العاطفية لأنه عندك temperance card فإنت عم شوفك رح تهتم أكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي أيضاً عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته أو ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بأنه هو الشخص الأفضل لإلك ممكن يكون نفس هالشخص أو ممكن يكون شخص جديد شخص آخر بحياتك بيختلف من شخص إلى آخر ولكن عم شوف إنه أنت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك أيضاً رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لأنه عندك two of wands وtwo of swords فرح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لأنه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه أو بين شخص جديد أو بيختلف يعني من شخص إلى آخر عم شوف أيضاً من الناحية المادية وضعك رح يكون أفضل بالمستقبل أو الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في إنه وضعك المادي يزدهر أكتر ممكن يكون فيه تعاون أيضاً من الناحية المادية ولكن رح توصل إلى مرحلة من الاكتمال يعني completion أو اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل أو طاقة الشريك عم شوفه مركز أكتر على جسدياته هالشخص ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي أو ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى إنه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي أكتر على مظهره الخارجي أو بالمستقبل رح يركز أكتر على كيف إنه يحسن من مظهره الخارجي لأنه عم شوف إنه فيه عنده شوي مخاوف أو شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص أيضا عم شوفه عم شوف فيه عنده عروض حب رح تقدم لإله هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لإله كتير عروض حب ولكن عم شوف إنه هو طريقة تحليله أو طريقة تفكيره للأمور طريقة حكمه للأمور أو حتى الأشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية أو رح تكون متوازنة مش عم شوفوا يعني بينجرف بإشي أكتر من إشي معين أيضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لأنه هو في وضع الـ observation أو في وضع المراقبة يعني جميع الأشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد أو عم يحاول يفهمها عم شوف إنه هو من الناحية العاطفية راضي أو رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لأنه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير أو بتغير مزاجه كتير لأنه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من أخذ القرار ومتناقض أيضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لأنه متناقض ممكن يكون لأنه ما وصل إلى الـ conclusion أو ما وصل إلى الحل أو الاستنتاج اللي هو بده إياه أو الجواب اللي هو عم يبحث عنه أوكي فبدنا نشف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم cycles يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لأنه cycles يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسولميت او في عندكم دروس كتير لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك six of cups six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عمشوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة اربعة بهالست فقط اربعة وراقب تحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص اه تصفية حسابات او دروس اه لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض عمشوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك انه الوضع او ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عمشوف اي اشي تقليدي عمشوف مرونة كتير فبالغالبية انتو هالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة اه بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة للك او بالنسبة لالو وعمشوف انه في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا اه والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعمشوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انتو هو رح تساعدوا بعض انه شوي تنضجوا او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية من الناحية العقلية لا فيه فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل ايضا عمشوف فيه عرض حب بينكم night of cups ها فيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لانه فيه عندك night of cups هون وبما انه فيه اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة الساكلة اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشي معينة بالعلاقة اوكي حبايبي برج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكريب ان شاء الله رح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا